اليوم في هذا الفيديو بدي رد على بعض التعليقات المهمة أو بعض الأسئلة من المتابعين على اليوتيوب وأنا أحبت كل عادة عم مال حتى الكل يستفيد طبعاً فيه أخت هون عم تقول هي سألتني كذا سؤال بسؤال واحد أنه ما هي أفضل مدينة هولندية يعني باجتماعية عامة فيها خدمات كثير طبعاً هذا السؤال طبعاً هلأ كل مدن هولندا منيحة إذا واحد بده شيء مثلاً خدمات كثيرة يمكنك تروح على المدينة كبيرة مثلاً مثل أمستردام، روتردام، أورتريخت، إندهوفن في عندك الدنهاغ في كثير مدن كبيرة في كثير فهاي يوجد فيها شو ما بدك سؤال الثاني إنه شو هي أفضل مدينة للأطفال؟ يعني شو أنا بفضل كمدن بهولندا؟ شو الفضلة أنا شخصياً شو فضل هي هيك سألتني؟ وللأطفال شو هو المنيح؟ ما أقول المدن الكبيرة منيحة، الصغيرة منيحة؟ بالنسبة لي، للأطفال يلي عنده عيلة، أنا أفضل المدن الصغيرة كالكبيرة بالنسبة لي، بالنسبة لي بفضل مدن الصغيرة أو الضياع يلي عنده عيلة يلي عنده عيلة جاي مثلاً بالكامب حصل على رجوع وحصل على إقامة وطلع له بيت يفضل أنه يكون بضيعة صغيرة أو بمدينة صغيرة إذا عنده أطفال، أما العذابي وينما كان يعني راح ما في أي مشكلة أنا شايف هذا الشيء وأعرف وأسامع، فهذه هي نصيحة السؤال يلي بعد هو أنه من ناحية العمل بالسيارات فينا هيك نشتغل بالسيارات بدون شهادة تسواءة أو شيء، لا أصدق لازم بدكن شهادة تسواءة، يعني هون في هولندا، أول شغلة بيقول لك إذا ما معك مثلاً باسبور، ما معك هاوية، ما معك شيء عندك رايبي بايس، أنا عندك شهادة تسواءة، هون شهادة تسواءة مقدسة أصدقائي صراحة هون في هولندا المواصلات غالية، واحد ما فينه بلا سيارة خاصة يلي عنده عيلة ولا بده سيارة فأجباري، ويلي بده يشتغل بالسيارات بده شهادة تسواءة، على الخليلية شهادة تسواءة بيه؟ بدك تساوي النظري والعملي أكيد، هذا أسئلة هؤلاء الأسئلة من أخت على اليوتيوب سألتني هون وأنا وعدت أنه جاوبة بكل صراحة وبفيديو الآن السؤالي بعد هو، هذا السؤال جداً مهم أنه القرض يلي نحن نحصله بالبيت من البلدية، رح نرجع شيء ولا هي مجرد أنه قرض تعطونا هدية لنفرش بيتنا؟ لا أصدقائي، لازم ترجع، القرض يترجع، في بلديات بدك ترجع كله، وفي بلديات تدفع أول ثلاث سنين، وبعد ثلاث سنين خلص أنه يسامحوك فيه، بس أنه بدك ترجع أنه هيك هدية يلا خود؟ لا، أحياناً البلدية تعطيك هدية لنفرد ألف يورو، إذا كان القرض أليل، إذا كان القرض أليل، ما بيكفي شيء، فالبلدية تعطيك هدية لتكفيك أو لتكفي لك فوق القرض العطوكية، بس إجباري القرض بده يترجع، أصدقائي، السؤال يلي بعده هو الكامبات، هذا آخر سؤال بهذا الفيديو، الكامبات مختلط، ولا في قسم نسائي وقسم رجالي، ولا كيف الترتيبات بهوني، هون بيهولندا، الكامبات هوني أصدقائي مختلط، بس في قسم يعني مختلط ككامب، أنه يستقبلوا كل شيء، شباب، رجال، بنات، كل شيء، لكن من ناحية النومة العيشة أو مثلا الغرف، عائلات لحال، البنات لحال أو مع العائلات، والشباب لحال، الرجال لحال، لا يوجد شباب مع بنات أو بنات مع شباب في ناس الغرفة، هذا الشيء لا يوجد هكذا أصدقائي وممنوع، فشباب لحال، والنساء لحال، عائلات مع بعض، لا يوجد مشكلة هكذا في هولندا، فأصدقائي، أتمنى تكون وضحة الفكرة، أتمنى لكم كل الخير، إذا أول مرة تشاهدنا لا تنسى تشترك، والقناة تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، بحق البنكس بحق البنكس